تستمر قوات الاحتلال الاسرائيلي في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيزها ودخولها للأشقاء في قطاع غزة هذا ولا تزال المجهودات المصرية مستمر لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كهل الأشقاء في قطاع غزة مزيد من التفاصيل اطلعنا عليها الزميل أحمد ممدوح مرسل التلفزيون المصري تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدين من أمام معبر رفح نتابع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث تتكدس العشرات من الشاحنات يوما بعد يوم بمعبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال في الوقت الذي تتزايد في معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وحاجتهم الضرورية إلى مثل هذه المساعدات سواء كانت مساعدات طبية أو غيرها من المساعدات اللوجستية اليوم تم دخول أكبر عدد ممكن من الشاحنات تم دخول أكثر من 130 شاحنة محملة بأطنان من المواد الغذائية وأيضا تم دخول أربع شاحنات للوقود في الوقت الذي تتزايد في معاناة الأشقاء الفلسطينيين هم أيضا يمنعون دخول المستلزمات الطبية تم رفض دخول أربع شاحنات للمستلزمات الطبية يمنعون دخول هذه المستلزمات بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني وأيضا زيادة معاناةهم والوصول بهم إلى المجاعة والتهجير القصري للفلسطينيين من قطاع غزة منظمات دولية وأكدت أن قطاع غزة يعاني من المجاعة خاصة في شمال غزة في جباليا وبتلايا حيث منعت قوات الاحتلال دخول هذه المساعدات الإنسانية مما يندر بكارثة إنسانية نتحدث أيضا عن الجهود المصرية المتواصلة لدعم هذه المساعدات وفتح معبر رفح والذي لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى حيث تتحرك أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية عبر معبر رفح لوصولها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن قوات الاحتلال بتمنع دخولها من جارب معبر كرم أبو سالم والذي تتسلم فيه الأمم المتحدة هذه المساعدات الإنسانية وتوصلها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لم تتوقف الجهود المصرية فقط على دعم هذه المساعدات بل تسعى إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وأحياء مصار المفاوضات مرة أخرى واستضافة كافة أطراف النزاع على الأراضي المصرية هذه هي الصورة الكاملة اليوم من أمام معبر رفح وعودة مرة أخرى إلى زملاء فلسطينيون